هناك من كان يراهن على عدم عودة الحياة للدرامة العراقية على الساحة المحلية لما مرت به من انتكاسات جعلت منها لا ترتقي بالمستوى المطلوب في وقت أكد فيه بعض الفنانين أنهم يسعون إلى إعادة النهوض بها من جديد الحمد لله وشكر بدأت شوية تنهض ونهوضها إن شاء الله يكون إيجابي إن شاء الله يعني الحمد لله وشكر بالنسبة الباقي يعني الناس ده يتحدثون أو يعني بعض الفنانين ده يتحدثون على الدرامة الجوز ما كان لهم حصة جوز كذا هذا بس هم بالأكس كلهم زمانان أو أخوت وبعدها هاي يعني محطات كوميدية هم عدوا محطاتهم محطات الدرامة بعد أن انتهت الحرب يبدو أن الحرب يعني ألقت بظلالها على الانتاج الدرامي في كل القنوات بلا استثناء 2018 درامة خجولة تكات تقترب من السيء وتبتعد عن الجيد أغلب القنوات قدمت أعمال درامية خلنسميها درامية ولو البعض منعتهم يسميها برامج نقول أعمال درامية نسخ سيء تقليدية لمسلسل زرق ورق اللي يعرض من على قناة الشرقية مشاهدة الدرامة العربية والمسلسلات المدبلجة أخذت الحظ الأوفر لدى المشاهد العراقي سبب أدى إلى تراجع الدرامة إلى مستويات لم تكن بالحسبة لكن من خلال النص الدرامي القريب من الوقع العراقي واختيار الفنانين لأدوار تلائم تلك النصوص ارتقى الفن العراقي ثانية إلى ذهن المشاهد بحسب الآراء حضور جيد أني أشوفها بهاي السنة وحالة جميلة حققت بعض التنافس ورجوع بعض الموثلين اللي انقطعوا عن الساحة الفنية لفترة طويلة عادت أسماء كلش قوية مثل أسماء مثل النجم إيناس طالب مثل النجم حيدر منعثر عادوا إلى الساحة العراقية أو الفنية بشكل جيد وملحوظ فيما عزل بعض الآخر سبب تراجع لدراما إلى قلة التخصيصات المالية والدعم وغياب شركات الإنتاج رغم الوعود والمبادرات الحكومية لدعم الدراما التي لم يتم تنفيذها لغاية الآن نحن بحاجة دائما إلى الدراما العراقية إن شاء الله يا رب نتمنى الفترة القادمة تكون دراما عراقية بكثافة لأنه قلة فترة الأخيرة أسبابها مجهولة يعني ما أعرف فيه دعم ما دي قليل أو لربما توجه ضعيف أو لربما أسبابها متعلقة بجانب سياسي أو جانب اجتماعي أو جانب مادي أو جانب آخر الله أعلم المهم الدراما العراقية بخير الفن لغة الحياة ولغة الأمل وستبدأ الإنسانية بالرقي عندما يأخذ الفن على محمل الجد هيلين صلاح قناة الرشيد بغدر